في الفترة الأخيرة الذكاء الاصطناعي بقى حديث للناس بقينا بنشوف أنه يعني ليه دور كبير جداً في حياتنا اليومية من خلال أبليكيشنز أو تطبيقات ومساعدات صوتية وأجهزة ذكاية يمكن حتى منتابع على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات ما بين الأشخاص وبين الذكاء الاصطناعي في مواضيع مختلفة لكن للأسف كمان مؤخراً حصرت حدثة ممكن تكون نقطة تحول بعد وقعة انتحار مراهق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأثيره من حوار مع أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو يمكن الأبليكيشنز أو التطبيقات اللي بتكون مدعمة بالذكاء الاصطناعي فبتقدر تفتح حوار بينها وبين الشخص يمكن الواقع دي فتحت الباب لأسئلة كتير جداً ومكاوف حوالين تأثير التكنولوجيا دي خصوصاً على الشباب والمرهقين اللي بيستخدموا التكنولوجي طول الوقت يا جزل طبعاً حدثة مرعبة وتخوف كمان من اللي جاي لكن عايزين نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور أسامي عبد الرقوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي اللي بنوارنا صبع الخير عليك يا دكتور طبعاً نور على حضرتك وعلى مشاهدين الكرام يا أهلاً بحضرتك في البداخل نتكلم عن هذه الحدثة هل هي مؤشر على تطور الذكاء الاصطناعي أكثر وأكثر ويكون ليه تأثير بهذا الشكل؟ الحدثة لها أبعاد كتير قوي وفتحتوا علامة استفهمات كتير أو افتجهات كتير قوي افتجهات تطوير التطبيقات نفسها افتجهات التعليمية افتجهات النفسية التلاتة افتجهات دولت لازم دي تبقى نقطة تحول فيهم هي الحدثة حصلت كان مراهق في ولاية فلوريدا عمره 14 سنة فيه جيم شهيرة جداً اسمها جيم الف ثرون أو لو ترجمناها لعبة العرش أو الصراع العرش اللعبة دي فيها شخصية الشخصية دي بنت وبنت طبعاً معمولة أنيميشن فطبعاً معمولة على أجمل ما يمكن وبشكل محترف جداً ومتدربة تدريب أن الحوار بتاعها يكون حوار شايق جداً لها شخصية في وسط اللعبة أن دي كل الملوك بيتصاروا عليها وأنها عندها الباور وعندها فهل مراهق عايز الشكل ده بأسلوب ده اللعبة دي كان بتدي بعد جديد كمان أن ممكن المراهق أو أي شخص يعمل حوار مع الشخصية دي بقى يعني برى اللعبة يبقى الشخصية قادر ياخد ودي معها وكذا المشكلة التانية أن الحوار ده بيصل لمرحلة حوار فوق 18 سنة يتطرق لكل حاجة في الدنيا فالطفل ده ارتبط بالشخصية وبقى بيكلمها ليل ونهار ومد من الكلام معها وكذا وكذا ولما جات جوه اللعبة تطورت وحبت ملكه وتجوزته وكذا وكذا بقى حاسس أن ده واقع فبدأ الاتجاه للحادثة اللي حصلت بالشكل اللي حصل بالوضع اللي حصل فطبعا ده يدينا مؤشرات كتيرة جدا أنه بقى فيه اندماج شديد جدا ما بين الشخص وما بين الشخصية بتاعت الذكاء الصناعي لدرجة أنه نسي أن دي أنيميشن وأن دي شخصية وأن دي لعبة وأن دي كل حاجة واندمج الاندماج من الحوار الحوار رقا لدرجة أنه وصل من كتر تدريب الشخصية الأدامه في الذكاء الصناعي أنها مسحة الصورة العامة لدي أنيميشن أو لدي شخصية مختلفة هيخرجته من الواقع وزحبته دخلته جوة لعبة فتخيل أن ده الحقيقة بالضبط عشان كده زي ما قلت لحضرتك ده هياخدنا لثلاث أبعاد البعد الأول الأسرة أصدقاء مدرسة الناس اللي كلهم المفروض لما الشخص ده أو المراهق ده يلاقي جمال الحوار الطبيعي مع الأصدقاء جمال الحوار الطبيعي مع الأسرة جمال الحوار الطبيعي في علاقات إنسانية كل الحاجات الجميلة دي مش ممكن هتخليه يلجأ أن يروح لشخصية افتراضية أو ده كأسطناعي لأن أنا النهاردة لو أنا أب مرهق وراء الكد والأم تلايش ولو أم مرهقة واجبات منزل وواجبات عمل وواجبات دراسة وواجبات وواجبات وييجي طفل في السن ده ومش يلاقي حد يكلمه ناطيجة الضغوط دي كلها فيبقى اتجاهه الأساسي إن مين المتفرج له تماماً وبياخد ودي معاه هو ده فهيندمج معاه تماماً إن مراحشي لللي احنا قلناه ده وده يمكن عندنا أقل الحمد لله بنعمة ربنا لأنه ده مش الثقافة السيدة في مصر لكن هيروح لتوحد هيروح لأمراض أخرى فده اللي أنا بنتكلم فيه إن فيه جزء مهم جداً يجب أن يعالج الجزء الثاني المهم يعني إيه كشف الاستطار هو أنا لو جبت الطفل وهو صغير دلوقتي وأهلمته يعني إيه ذا كإصطناعي الحاجات دي بتتعمل إزاي بتشتغل إزاي هيبقى هو بيكلمها مش شايف دي هو شايف اللي وراها فعارف إن دي في الآخر لها أدوات بتتصنع منها وكذا وكذا وهو بيكلمها بقى شايف اللي وراها فمش هينغمس في الجزء النفسي الشديد اللي موجود ده لأن أنا عملت له حصانة من هو صغير ده ده بيتعمل إزاي بيتصنع إزاي فكل الحاجات دي حاجات مهمة جداً إنها تكون موجودة طيب دكتور يعني حضرك قلت إنه الشخصية اللي كانت موجودة دي في اللعبة دي تحديداً أو فعامة يعني الفكرة فكرة وجود الشخصيات دي وفكرة وجود الزكاء الاصطناعي هل هي مبرمجة بشكل معين ولا عندها المشكلة اللي أتكلم فيها في الزكاء الاصطناعي إن هي بتدفالب أو هي بتوجد الإجابات أو بتعرف تتناقش أو بتعرف تحاور الشخص اللي بيكلمها يعني حسب الكونفرسيشن أو حسب المحادثة نفسها والله يقصص جباناً السؤال الحدريك قلت له ده مسئولية مهمة قوي على الشركات اللي بتدرب دلوقتي لتشات بوتس لإن إحنا رايحين للأصعب والأصعب ده جاي قريب قوي جاي قريب قوي هقول لحدريك مش سنين شهور المسئولية اللي على الشركات إحنا بقينا قادرين ندرب في الذكاء الاصطناعي لدرجات المحاكاة الكاملة للإنسان ولدرجات التدريب النفسي ده أنا بدرب التشات بوتس دي إنها تعرف تستدرج الإنسان نفسياً وتلب عليه نفسياً ده دي صعب جداً فطبعاً أنا يعني النهاردة تخيل لي حضرتك كده إن واحد ثيرابيست واحد متخصص كده في علم النفس وحضرتك مسلطة على طفل أو على حد أو على كذا وكذا أكيد هيستدرجه لأي مكان في الدنيا هو نفسه فيه فعشان كده الشفافية والجزء الأخلاقي ده لازم يكون في الشركات اللي بتدرب الشكل ده لإن الأخطر الشكل الجديد اللي جاي قريب قوي الشكل الجديد بقى اللي جاي قريب قوي إيه حضرتك النهاردة لما بتعملي حوار مع إيه حاجة من حاجات التشات بوتس دي بعد ما حضرتك خلصت الحوار الحلو ده من المدة ربعة ساعة نصف ساعة استمر زي ما استمر حضرتك سبتيه خلاص بعد خمس دقائق هو بيمسح الهيستري بتاع الكلام اللي تكلمتي كله ولو تكلمتيه من أوله جديد هيبقى مش عارف حضرتك شخص جديد شخص جديد لا ده الجديد بقى دلوقتي اللي عايزين يعملوه قريب إن حضرتك تحجزي جليس بتاع حضرتك بس كده بالمواصفات اللي حضرتك عايزها بالتدريب اللي حضرتك عايزها وهو معاكي ليلو نهار وبقى كل التاريخ اللي بتكلميه فيه كل يوم ولي بتشتكله منه ولي بتاخده معاه معاته للوقت ومعاك كمان إنك تسمحي له إن يقرى الويرابولز اللي هي الساعات اللي في الإيد وكمان حالتك الصحية وإن 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 ففقا معاكي إيه؟ عملك إحاطة أنا بقيت مكشوف تماماً وأنا بقيت مكشوف تماماً تماماً وعملك إحاطة بقى وإيه محق 24 ساعة موجودة أو 7 أيام في الأسبوع ومتفرغ وبيسمعني وبيشوف كل الدراسات اللي في الدنيا على الشخصية بتاعتي عاملة إزاي؟ ده اللي جاي أصعب طيب معلش خلينا في الواقع لأن الواقع برضو صعب ما هوش سهل وعطفاً على سؤال جمانة هل الشخصية اللي بيتم صنعها من خلال الزكاء الاصطناعي اللي الولد ده كان بيتواصل معاه؟ شكلها طبيعي؟ يعني شكلها زي أي شخصية بتتواصل معاه اتصالات مثلاً أو من خلال فيه صوت ولا مجرد؟ صوت وصورة صوت وصورة دلوقتي حضرتك لو قعدت مثلاً ممكن تخد لك من ساعة لساعة ومص عشان تحاول تفرق هي دي بني أدمى؟ ولا دي حاجة معمولة بالـ AI شخصية؟ يعني حضرتك المهاردة احنا بنتكلم على ناس اتعامل لهم شخصيات وتحط للشخصيات دي تاريخ وتحط لها صور في أماكن متعددة عشان تبقى موضل ويبقى لها فولورز وكذا وهمش موجودة في الطبيعة والناس صدقتها ومشت وراها شهور واسنين أصوله يدفع شاب بالحاجة زي دي أكيد كان فيه نوع من أنواع التفاعل من خلال للصلاة تفاعل تام يعني حتى بيسألها عن حاجة فبترد عليه عادي جدا كل حاجة كأن بشر بيرد عليه وبيتحطوا في سيتيويشنز كأن ده عايش معاك ورايح هو ياخد بيدي معاك وهو في بيته هو بيعمل الحاجات الديلي يوزر اللي حضرك بتعملها تفاعل تام لدرجة أن هو بقولها حضرك بيفصله عن الواقع فحضرتك متخيل النهاردة لو الشخص ده مش عارف في الحياة الطبيعية أن يوصل أن هو يبقى على علاقة بحد كده بالجمال ده بالشكل ده بالتفرق ده بالوضع ده بالشخصية دي بقى المبهرة ملوك بيبي معه لازم يروح لهناك ولازم ينجبب للشكل ده هناك طيب دكتور يعني في الأول في الآخر لازم يكون فيه رقابة الحقيقة أو فيه التشريع لطريقة استخدام الـ AI بما أنه وصل لمراحل مرعبة بالضبط هل دلوقتي موجود رقابة كافية على المحتوى نحن نتكلم على رقابة عالمية بقى يعني نتكلم حتى على يمكن ethics أو code of ethics عالمية هل موجود ده دلوقتي ولسه الدول ملحقتش تواكب تطور التكنولوجي تشريعيا يعني من ناحية دي؟ هل جبت السؤال والإجابة؟ هو نينسكو من سنتين طلع تشريع على مستوى العالم كله ب74 لغة منهم اللغة العربية أن التشريعات دي هي الـ ethics أو هي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم كله الغريب أنه من سنتين ده بقى تشريع قديم جدا لأن الدنيا عمالها بتتغير وتتطور أعلى بكتير قوي من الشكل التشريعي فالذكاء الاصطناعي شكله عايز له الذكاء صناعي يعمل تشريعات updated معاه يعني كل شوية لما يطلع تشريع هو updated التشريعات اللي تخاف على التطور الشديد اللي بيحصل من الـ AI دلوقتي فلا فيه حاجات كتيرة جدا تشريعات جديدة جدا لسه عمالين يتكلموا من كام يوم أنه بقع قدراته جديدة على الرسمه وتشكيل موسيقى وتشكيل كذا طب مين صاحب الملكية الفكرية دي؟ الـ AI ولا فيه بني أدم العمله ولا مين؟ هو ده تشريع أنا بتكلم في إيه؟ أنا لماذا يكون صاحب الأكاونت؟ بالضبط؟ يعني ما رأيش حال فيه حاجات كتيرة جديدة أوي منها اللي حركتها فضلت بيها الشفافية بتاع الشركات إن الشركات ما تستخدمش الذكاء الاصطناعي ده في التشويه النفسي للطفل أو لغير الطفل حتى أو للمراهق أو الكبير في السند أو 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 كل الناس اللي هي محتاجة الصحبة دي إنه ما يقدرش يوظف دي في إن هو يعمل ابتزاز مادي أو ابتزاز معناوي أو ابتزاز جنسي أو أي شكل من أنواع الأشكال الليها إخلاقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي طيب التشريعات موجودة لكن من يطبق هذه التشريعات وزي محضرتك ذكرت وقلت التشريعات دي مثلا وليكم بقالها سنتين لكن محتاجين تشريعات جديدة دوقتي للتطور طيب خلال السنتين دول هل في أي حاجة حصلت من أي شركة من الشركات المعنية بهذا الأمر وعوقبت فرد عليها وعوقبت وتغرمت غرامات رهيبة فعلا فعلا وأنا عايز أقول الحركة الحاجة الشهيرة بتاعت منصة الفيسبوك ميتها دلوقتي يعني لما تغرمت في دول الأوروبا أنها استخدمت بيانات في التدريب على الذكاء الاصطناعي عشان تعمل الشكل التجاري وأوروبا غرمتها غرامات مهولة بالمليارات لما هده كان نتيجة إيه؟ نتيجة أنه عنده تشريع قادر يحط التشريع ده جواه محكمة ويجيبه ويطبق عليه أن يستخدم ده في شكل غير مشروع فطبعا كمان الجزء الأكبر من كده أن في علوم جديدة محتاجين الناس هنا في مصر تتدرب عليها عشان تعرف تطبق التشريع علمين واحد اسمه ديجتر فرانسكس أو الاستدلال السايبراني الجنائي ده علم جديد تماما والعلم ده دلوقتي مش محطوط في كل الكليات اللي إحنا محتاجين أنها تتحط فيها وعلم آخر هو اسمه الهندسة الاجتماعية للذكاء الاصطناعي العلمين دولت من غيرهم حتى تطبيق التشريعات ده هبقى صعب جدا يعني إيه الهندسة الاجتماعية للذكاء الاصطناعي؟ يعني النهاردة لما نيجي النهاردة أجي أنا عايز أحتال على ناس فأشوف الشكل الاجتماعي اللي أنا أحتال عليه إزاي فأقوم خالق ست سبع شخصيات يعودوا يحاوروا الشخص ده لحد ما يسيطروا عليه والشخص ده يكون مع كلمات سر مع بيانات ممكن من خلاله أدخل لشركة أدخل لمؤسسة لحد ما أوصل للعلاقة الطيبة جدا معاه لحد ما سيطر على جهازه لحد ما أدخل تطبيق مشترك معاه لحد ما أدخل أقلب في جهازه وطلع كل الحاجات اللي بيدخل بها على الأماكن وأعمل بها فأنا دخلت بشكل اجتماعي بس عملت شكل جريم في الآخر طيب بخصوص التشريعات عشان دي نقطة مهمة جدا هل أي تشريع ينفع يطبق في أي مجتمع ولا إحنا محتاجين تشريع خاص بينا هنا لأن مجتمعنا مختلف طبعا أنا مع حضرتك بس هو إحنا في المنطقة العربية ثقافتنا غير والأديان عندنا لها شكل مختلف وشكل التفاعل عندنا غير مسموح بي إلا لحدود معينة لكن اللي أنا عايز أقوله أن الكرة الأرضية دلوقتي بقت كلها عارفة دلوقتي أن شكل الحفاظ الديني اللي عندنا اللي هو الدين بيحمي به هو الأصح اللي مطلوب تطبيقه حتى لو الدين مش موجود لأن ده حماية شديدة جدا فهم خدوا من صلب الدين عندنا أجمل ما فيه اللي يحافظ على الشكل النفسي والشكل الاجتماعي والشكل المعاملات الاقتصادية الشفافة كل ده بقى شكل واحد فالجلوباليزيشن خلت القوانين والتشريعات التعديلات اللي بنحتاج عليها طفيفة جدا ما بين مكان ومكان يمكن فكرة الأديان زي ما حددتك الكرمتي فنب طبعا هي نقطة مهمة وتحترم ولكن خلينا نقول أنه العادات والتقاليد مختلفة صح المعتقدات مختلفة صح الذي يليق والذي لا يليق مختلف تمام فهنا ده الكود ده بردو أو يمكن خلينا نقول الأفكار دي ممكن إزاي يعني إحنا بالنسبة لنحنا إحنا إزاي نتعمل معي إزاي بقى عندي تشات بوت مثلا أو يبقى عندي منصة أو بلاتفورم أو أي مكان يتعمل مع أفكاري أنا خاصة هو ده بقى المهمة بالزبط هو ده المفروض يبدأ إزاي بقى دلوقتي المخ بتاع الزكاء الإصطنوعي اللي هو اللي هو اللي تسميه أو وحدات فائقة القدرة لازم مصر يبقى عندها الوحدات فائقة القدرة دي اللي احنا محتاجين وده بيتم حاليا فعلا في مصر ولازم يكون عندنا الشكل بتاع العقيدة بتاعتنا والثقافات بتاعتنا والمحتوى اللي عندنا سواء المحتوى ده في كتب المحتوى ده في مدونات المحتوى ده في دوريات علمية منشورة المحتوى ده في محتوى صوتي في محتوى أفلام وثائقي أيا كان عشان أدرب عليه لأنه هو بيتدرب المخ ده على إيه؟ هو تدرب هناك على بيانات هناك وثقافة هناك والمحتوى اللي هناك ده من ضمن التدريب اللي بيتدرب عليه بيتدرب على الثقافة السينمائية وثقافة المعرفية وثقافة الحوار يعني ذاكرة المجتمع بشكل فلما يتدرب على حكتي أنا جوايا أنا جوا بلدي أنا بثقافتي أنا هيطلع زي أنا شبهي أنا اللي عيب عندي عيب عنده وهكذا فهو ده إن إحنا نبدأ نواكب ده بإن إحنا نبدأ من دلوقتي ندي تشريعات عندنا تسمح بتداول البيانات نعمل عندنا مصر الرقمية الجزء ده يبقى البنية الأساسية اللي فيها المعلومات القيمة اللي موجودة الجزء المعرفي والثقافي والسينمائي اللي عندنا والكلام ده كله وده معرفة أخذ منه وانطقي اللي أنا أدرب عليه هيبقى موجود إيه كل الحاجات دي طلع واحد شبهنا زينا أما حطه مع ولادي مع بناتي مع مراهق مع كبير سن أبقى متطمن إنه زينا وشبهنا طيب هل ده معناه أنه الزكاة الاصطناعية مالوش أي تأثير إيجابي على الحفاظ على صحة أولادنا النفسية بالعكس أنا عايز أقول حضرتك إن الجزء الجديد دلوقتي اللي معمول منه محاور نفسي يساعد الطبيب النفسي مش بديل للطبيب النفسي محطوط فيه دلوقتي ألارمز كتير قوي يديها للطبيب إيه الحق ده أنا بتحليلي عليه دلوقتي وحواراتي طويلة الطبيب مثلا هيددينه في الجلسة الدقيقة نص ساعة لو ده تحاور معاه عشر ساعات وحلل العشر ساعات وده للطبيب ده رايح في اتجاهات كذا ده وضعه كذا ده هيدخل كمان نص ساعة في الاتجاه للريح للامتحار فيبلغ الناس ويبلغ الجهات المختصة على ده لأن فيه جهات مخصصة في وزارات الصحة لده بس الجزء النفسي ده والعلاج النفسي لده كل ده بالعكس ده ممكن يستخدم استخدامات إيجابية ما فيش بعدها في الدنيا بس توظفه صح وبجانب معامل بشري يبقى الحس البشري والشعور البشري والتواصل الإنساني البشري جنب الذكاء الاصطناعي طيب دكتور برجوع مرة أخرى للتشريعات وفي قصة أو حادثة زي اللي حضرتك تحدثت عنها يمكن هاخدها كمثال مين اللي يقدر يتحمل مسؤولية انتحار للطفل ده هو طبعا أنا عايزة أقول له حضرتك الأسرة لما رفعت قضية على الشركة دي وأنا شفت التفاصيل بدي أنا حسيت أن الأسرة بتحاول تبرق ذمتها من وفاة ابنها لأنه نفسيا لما يبقى أب أو أم بيواجه نفسه أنه هو السبب في وفاة ابن له دي حاجة مش قليلة على أي أب أو أم لكن في الأول والآخر أنت تركته ساعات طويلة قوي مع ده تركته في حال الانعزال التام ده الجزء اللي كان موجود داخل المدرسة بتاعته تنمر كل زملائه بيه والعلاقات المقطوعة بيه لما حاول يعمل أي علاقات تواصل فالجزء البيئي اللي جهو المدرسة ده برضه واحتضان والإشراف الاجتماعي اللي موجود اللي هناك اللي ما عملتش حاجة شفافة وسبتها لأي حد وسبتها للتواصل اللي وصل لحد التواصل إحاقات الجنسية الخارجة مع مراهق ده جزء الجزء اللي غير كده إن التعليم ما بدأش دلوقتي يحط في اعتباره إن يعلم الطفل الصغير من عشر سنين اللي بدأ يتعلم ويتعامل مع الإيه أي دلوقتي ال جي بي تيز سيبنا من التشات ال جي بي تيز اللي هتبقى موجودة في كل حاجة في حياته ده مهم كلود نزل أول مبارح حاجة تدخل على جهاز الكمبيوتر بتاع حضرتك كنت حضرتك بتعملي الملف ده وبعدين تعملي ده وبعدين تواديه للإيه آي دي وده إيه لا يدير الدنيا حضرتك بس هتقوليه أنت عايزة إيه وهو يقلف في الجهاز عند حياتك ويعمل ملفات ويجمع ويصنف ويعمل كل حاجة في الدنيا هو دلوقتي معمول على سبيل التجربة مع المحترفين بكرة هيبقى للناس العاديين فهيدخل كمان يشوف بياناتك ويشوف خصوصياتك ويشوف كل حاجة فده لازم يبقى تنبؤ مبدأي إزاي نحافظ على الخصوصية دي حاجة مهمة وفقافة مهمة لازم تروح لناس وإزاي نحتوي أولادنا أكتر وأكتر لأنه الموضوع ما بقاش مقتصر فقط على بعض المشكلات النفسية أو حتى الأمراض النفسية احنا شفنا الحادثة اللي بنتكلم عنها في الآخر دفع المراهق إلى الانتحار في النهاية فدي مسؤوليتنا أن نحن نحافظ على أولادنا نحن نتكلم مع أولادنا نشوفهم بيفكروا إزاي نشوفهم بيصاحبوا مين قاعدين وقت كبير على الموبايل طب بيعملوا إيه على الموبايل دي مش رقابة دي متابعة يعني مشوها في شكل متابعة مش رقابة عشان كل الأولاد وبالنسبة طبع المراهقين دايما بيرفضوا حاجة اسمها رقابة مشوها على أن هي متابعة ويكون فيه كلام يكون فيه لغة مشتركة كده ما بيننا وما بين أولادنا عشان نقدر نحافظ عليهم كل شكرا لحضرتك الدكتور إسامة عبد الرقوب شكرا لحضرتك عميد كليت الزكاء الاستناعي بجامعة المنوفية شكرا جزيلا شكرا لكم جدا